على خطى المبدعين الكبار وبطريقة ماتعة وجدابة يطل علينا الكاتب اليمني الشاب عبد الرحمن الأنسي بثاني عمل روائي له موصوم بنادينكا عن دار عنوين بوك تضر أحداثه الرواية حول أدهم أدهم الشاب اليمني المخترب في روسيا والذي يعود مع زوجته إلى مسقط رأسه باليمن ليواجه جبلا من الأحداث المجنونة للسفر في أحداث الرواية نسعد مشاهدين باستضافة الكاتب والروائية شاب عبد الرحمن الأنسي مباشرة من تركيا سيد الفاضل أهلا ومرحبا بك في ضفاف مرحبا مرحبا أستاذ قبل الغوص في تفاصيل الرواية من تكون نادينكا وما هي قصتها نادينكا هي فتاة روسية تعرفت على الشاب اليمني أدهم في روسيا حيث كان أدهم طالبا يدرس هناك في طبعا أحداث الرواية هي في بداية التسعينات التسعينات القرن الماضي تعرف عليها وتزوج هكذا تزوجها هكذا فجأة ثم لأحداث حصلت مع عائلة أدهم في اليمن قرر السفر إلى اليمن قررت نادينكا أيضا السفر مع زوجها أدهم وكان ذلك قرارا كبيرا بالنسبة لها وبالنسبة لزوجها عندما وصل إلى اليمن طبعا اختلاف ثقافات نعم تفضل وصل سيدي اختلاف ثقافات اختلاف لغة واختلاف المجتمع واجهت الكثير من المشاكل في المجتمع اليمني حيث وجدت نفسها بين صراعات قبلية وعائلية لا نهاية لها الأكيد أن لكل عمل إبداع دافع أو مصدر إلهام ما دافعك لكتابة هذه الرواية سيدي في الحقيقة ليس نقول دافع إنما الأحداث تتراكم والحياة اليومية عندما يلاحظ الكاتب الأشياء من حوله تبدأ الفكرة بالبثوق بالنسبة لي بدأت فكرة نادنكا عندما عدت إلى اليمن قبل ثلاث سنوات تقريبا عدت إلى اليمن من أجل الزواج قبل خمس أو ست سنوات تقريبا سافرت من اليمن في الإسبوع الذي دخل الحوثيون فيه صنعا كانت الأحداث وقتها مجنونة وما توقعت أن أعود إلى اليمن وهي بتلك الجنون المستمر عندما وصلت إلى اليمن لاحظت خصوصا أني عدت من تركيا البلد المتقدم بالنسبة إلى بلد مثل اليمن لاحظت فروق مختلفة جدا طريقة عيش اليمني طريقة التعامل والثقافة نفسها الموروث الثقافي كل شيء كان يبهرني جدا فقررت أن أبدأ برواية أو بعمل أدبي أشرح فيه هذه الأشياء لكي تصل إلى القارئ العربي بشكل عام ولكي يعرف اليمن نفسه أين هو ذاهب يريد اليمن أن يعيش مثل أي مواطن آخر بعيدا عن العادات والتقاليد التي تطبط تقدمه إلى الأمام وهو ما ودت طبعا أن أطرح السؤال بخصوصه أنت تقول بأنك ودت أن تنقل القارئ العربي إلى اليمن ننتقل من خلال ضفة إصدارات في ضفاف إلى اليمن وتحديدا روايتك حيث أثرت الكثير من القضايا التي تهم المجتمع اليمني كما أسلفت بالتحديد انتقلت العادات والتقاليد الموروثة حدثنا عن هذا بالتفصيل سيدي طبعا كل مجتمع لديه عادات وتقاليد البعض منها جيدة جدا ويجب على المجتمع أن يحافظ عليها لكن هناك عادات سيئة مثلا في اليمن النظرة نظرة المجتمع للمرأة طريقة عيشها طريقة تعاملهم مع الفتاة بالنسبة أو المرأة في اليمن لكي أحدثك بصدق عن المرأة اليمنية إلا من أبت هي لا تتعلم في الحقيقة هي تصل إلى الصف السادس الكثير من الفتيات اليمنية تصل إلى الصف السادس ثم أهلها يبدأون يكفي أنك تعلمت أصول الدين وأنك تعلمت القراءة والكتابة وهذا يكفي بينما هو لا يكفي طبعا إطلاقا أن الفتاة اليمنية للكراءة والكتابة وتعلم أمور الدين فقط يجب أن تكون هي المدرسة هي العالمة وهي من تدرس أيضا الأجيال من هنا أردت أن تتغير نظرة المجتمع للفتاة أنها لابد أن تدرس إلى فترة محددة أيضا اللباس في اليمن أراه أيضا لابد أن يتغير من وجهة نظري هناك أمور أخرى ليست فقط العادات والتقاليد تقاليد المجتمع فقط لأنها العادات والتقاليد تبدأ بفكرة بسيطة قد تكون سخيفة في البداية ثم تصبح مألوفا ثم في النهاية تصبح وكأنها شيء مقدس لا يمكن التخلي عنه نفع من هذا أستاذ عبد الرحمن أنه إصدارك أو روايتك هذه هي خطوة في المعلوم ما الذي تهدف إليه من خلال هذه الرواية أنت ترغى في إسماع صوتك فماذا تقول تحديدا أريد لكل قارئ أن يقرأها من منظوره الخاص أن يجد نفسه فيها فكل يمن وربما كل عربي سيجد نفسه في إحدى شخصيات هذه الرواية كما أني عندما كتبت هذه الرواية لم أكتبها لكي أحدث شيئا في القارئ أو لكي أخبره بشيء إنما أردته أن يعرف عن ما يحدث من حوله أن يعرف عن نفسه أكثر وعن تلك الأفكار الداخلية أو الأفكار التي يفكر بها بصمت عبد الرحمن الأنسي تقول بالحرف الواحد في روايتك إننا في الحقيقة لا نبقى على قيد الحياة من أجل الحياة نفسها بل من أجل آمالنا التي ما زلنا ننتظر اليوم التي سنحققها فيها هل ستنتظر طويلة لتحقيق أحلامك؟ نعم قبل الجواب هو اسمي عبد الرحمن الأنسي للمعلومة فقط الجمهور الكريم وجمهور العربية الكريم دائما هناك أمل وأنا آمل أن نحقق الأحلام في أقرب وقت ممكن وكل مننا له أحلامه مهما كانت صغيرة أو كبيرة ومن أحلامي أن أن تصل كتاباتي إلى كل الوطن العربي كما أتمنى أن لا يأتي في يوم من الأيام وأن تحضر كتاباتي في أي دولة عربية أستاذ عبد الرحمن الأنسي كيف هو الإبداع ورؤيتك للإبداع خارج اليمن؟ خصوصاً وأنك يمني مقيم بتركيا سيدي العزيز الإبداع خارج الوطن أو داخله هو إبداع في النهاية إنما يمكننا القول أن الإبداع خارج الوطن يعتبر إبداع عالمي عندما يخرج الكاتب خارج عن وطنه يرى الأشياء أكثر بوضوح فمن يرى الأشياء عن قرب لا يرىها مثل ذلك الذي يرىها عن بعد وهو يرىها بكامل صورتها بالنسبة للكاتب المغترب أو نقل كتاب المهجر هم يعتبرون على أنهم ناقلوا رسائل سواء للداخل أو للخارج من هذه الناحية أرى أن المبدع عندما يخرج عن وطنه يجب أن يرى كل الثقافات أن يمزج كتاباته بثقافات مختلفة ثم يعالج القضية التي يريد إيصالها للقارئ من خلال كتاباته كأنه يقول هنا يعملون بهذه الطريقة وفي بلدي يقومون بهذه الطريقة ثم القارئ يختار ما يريد الكاتب اليمني وروائية الشاب عبد الرحمن الآنسي شكرا جزيلا لك كنت معنا على المباشر من تركيا شكرا لك على قبول دعوة برنامج ضفاف حريبيا ذكر مشاهدين الكرام أن ضيفنا له بكورة من الأعمال الأدبية أبرزها رواية دموع مقدسة ومجموعة قصصية بعنوان الأعمال القصصية الأولى نشرت إلكترونية